السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله واصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد حياكم الله أخواني وخواتي في حلقة جديدة برنامج آية فايدة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 236 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين طبعا هذه الآية وكذلك الآيات التي قبلها وبعدها تتكلم عن قضايا الطلاق لما تكون في الأسرة طبعا هذه الآيات ليس المقصود منها والترغيب في الطلاق لكن ضبط أحكام الطلاق وهكذا تكون الشريعة الإسلامية دائما فيها قضايا ضبط الأحكام الشرعية حتى يأخذ كل إنسان حقه وكذلك في الشريعة الإسلامية الحث على ماذا؟ الإحسان في هذه الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أخواني خواتي الأمر الأول أنه قد يقع الطلاق أو ممكن أن يوقع الرجل الطلاق قبل المسيس وقبل أن يفرض الفريضة يعني أن يسمي المهر شلون يعني قبل أن يسمي المهر؟ ليس المهر واجب نعم يجب المهر للزوجة وهذه قضية مهمة كذلك نستفيدها من هذه الآية وكذلك آيات أخرى ونصوص أخرى أن المهر حق للزوجة وليس لأب الزوجة أو أم الزوجة أو الأخ هو حق للزوجة طيب هل ممكن أن يتم الزواج من غير تحديد المهر؟ ممكن طيب ولكن إذا تم الزواج أي العقد من غير تسمية المهر يعني لم يذكروا كم هو المهر وكذلك قبل المسيس يعني قبل الدخول على المرأة فماذا يقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة طيب هل المهر يسقط في هذه الحالة ولا تأخذ المرأة شيئا؟ لا يقول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لا لابد أن يعطي الرجل شيئا للمرأة طيب ما مقدار هذا الشيء يقول الله سبحانه وتعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره إذن نتعلم من هذه الآية ونستفيد من هذه الآية أخواني وخواتي أن الشريعة تقدر الحالة المادية للرجل الإنسان الموسر يعني اللي نسميه غني طيب يعطي شيئا على حسب قدرته للمرأة والإنسان الفقير أو اللي نقول مثلا علاقة حالة يعطي شيئا أقل يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بأنه لم يحدد شيئا معينا لجميع الأزواج الفقير والغني والمتوسط لا هذا يرجع إلى قدرة الزوج يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا ما قال على مستوى الزوجة لا على قدرة الزوج كما قال الله سبحانه وتعالى على الموسع يقدره وعلى المقتر يقدره الإنسان يعني الموسر اللي عنده أموال والحمد لله هذا يعطي ولا يبخل على المرأة والإنسان الفقير كذلك يعطي لكن على قدر ماله وحالته المادية يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نستفيد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد من المسلم أن يكون محسنا يعني لا نريد أن نتعامل مع الناس يعني رب العالمين طبعا لا يريد دائما أن الناس يكون تعاملنا معهم بالعدل بل الأفضل أن يكونوا التعامل بالإحسان طيب هل العدل يعني ما يجوزه حرام؟ لا العدل هذا هو الواجب ولكن إذا أراد الإنسان أن يرتقي بالأجر عند الله سبحانه وتعالى فعليه أن يبحث عن الأحسن حتى يكون من المحسنين أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم كذلك نستفيد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر الألفاظ يعني اللطيفة أحيانا يأتي التلميح من غير التصريح يعني قضية الجماع ما صرح الله سبحانه وتعالى بها ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى لفظا نطيفا يعني يريد أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى الأدب في الكلام وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام كان يحب الكلمة الطيبة أن الإنسان يبادل بالكلمة الطيبة إذا كان في مجال أنك ما تصرح وتذكر كلمة تلمح بها وهي لطيفة وتفهم لا فعل ذلك هكذا هو دين الله سبحانه وتعالى نعم أحيانا واحد يقول والله هذه هي الكلمة هي الكلمة الصحيحة نعم هذه كلمة الصحيحة والكلمة الواضحة ولكن إذا كان هناك كلمة بديلة تؤدي الغرض وهي ألطف عند السماع نقول استخدم هذه الكلمة يعني المسيس بدأ الكلمة الجماع هكذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن و كذلك جاء في نصوص يعني الفقهاء في كتب الفقه كذلك نتعلم من هذه الآية و نستفي من هذه الآية أن العرف معتبر شرعا شو المقصود من العرف معتبر شرعا يعني مثل ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى ما حدد يعني مبلغا من المال أو كمية من الذهب للإنسان الذي يطلق الزوجة قبل المسيس على حسب قدرتك و على حسب يعني مستواك المادي أنت كرجل فهذا في سحة رحمة الله سبحانه وتعالى يعني نتعلم أخواني خواتي الدرس العظيم من هذه الآية أن الشريعة الإسلامية فيها مرونة بحيث تسع الجميع يعني ذلك نقرأ لما العلماء يتكلمون عن الشريعة الإسلامية أنها شاملة و صالحة لكل زمان و مكان و لكل شخص سبحان الله بخلاف الشراء من قبلنا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامه خاصة و بعث إلى الناس كافة يعني هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية واسعة و هذا هو دين الله سبحانه وتعالى أيضا نتعلم و نستفيد من هذه الآية جبر خاطر المرأة نعم أن الطلاق قد يكون حصل بالاتفاق من البداية ما شافوا أنه فيه توافق و اتفقوا على الفراق و الطلاق لكن رب العالمين جعل شيئا لهذه المرأة جبرا لخاطرها بالمال طيب فنتعلم و نستفيد من هذه الآية أخواني خواتي أن الإنسان يحرص على قضية جبر الخاطر يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما فجاء أحد أصحابه بصيد و أداء للنبي عليه الصلاة والسلام فرفضه طبعا هذا الصحابي يعني وجد في نفسه حزن أنه أنا أقدم الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام و يرفض الهدية مني كيف هذا ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام و وضح له جبرا لخاطره قال يعني وضح لأنه ترى أنا رديت الهدية لأني محرم و المحرم لا يجوز له الصيد أنت الصدت هذا الحيوان لنأكله نحن كمحرمين و هذا لا يجوز لنا فشوفوا شلون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بأن يرد هذه الهدية ليش لأنه على إحرام و هذا الإنسان إذا جهل يعني مثل ما يقوله والله هذه مشكلته أنه جهل لأكل شوفوا شلون النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على جبر الخواطر فهكذا الشريع الإسلامية تحث الناس على جبر الخاطر حتى لا يعني تجعل من حولك مكسورا من أهلك وأحبابك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا يما سمعنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته